تسعى فرنسا لاستعادة علاقتها ودورها في العراق من بوابة التنسيق الأمني والمعلوماتي والدور الفاعل في التحالف الدولي لمحاربة داعش وتدريب القوات المسلحة العراقية في المقابل يأمل العراق بتخفيف أزماته واستعادة موقعه في منطقة الشرق الأوسط في ظل التدخلات الإيرانية والتركية العراقيون لم ينسوا وقفة فرنسا معهم في الأيام المظلما للعراق كما أن هناك فرنسيين كانوا مع داعش في السجون العراقية إلا أن ماكرون يرى أنه حان الوقت لفتح مجالات جديدة وقد تكون عقود اقتصادية مطار الموصل مترو بغداد أي سيسعى لتوسيع العلاقات وعدم الاكتفاء بالمستويين الأمني والعسكري وستتركز المحادثات أيضا على مسألة عودة الشركات الفرنسية وتعزيز استثماراتها في العراق ولسيما على مستوى البنى التحتية ومساعدة الحكومة على مكافحة الفساد الذي أدى إلى تعطيل عدد كبير من المشاريع الملف الاقتصادي هو ملف مهم حتى أن التدبذل التجاري خلال الفترة الأخيرة لا يتجاوز المليار يورو ما بين العراق وما بين فرنسا وهناك اهتمام بقطاعات ممكن أن تساعد فيها فرنسا مثل التشييد والبناء مثل القطاع الكهرباء السكك الحديدية والسيارات الأدوية كل الشركات المعنية بالأمر مثل لافارج والستروم وصانوفي وغيرها من الشركات الفرنسية هي تهتم بالسوق العراقي لأنه أولا سوق استهلاكي وقد يكون كذلك بوابة مهمة للمنتوجات الفرنسية داخل منطقة الشرق الأوسط ما لف استعادة الفرنسيين الذين كانوا يقاتلون مع داعش أو محاكمتهم حيث هم سيبحث أيضا حسب مصادر فرنسية وعراقية ولكن هناك عراقيلة قانونية وسياسية فرنسية تحول دون إتمامه وتبقى حاجة العراق إلى تحقيق الاستقرار الأمني والتعافي الاقتصادي على رأس أولوياته هذه الزيارة والجولة الأوروبية التي تليها حسب مصادر ديبلوماسية فأن القاظم يسعى لتأمين مظلة أوروبية لخطته في العراق لهذا سينتقل من باريس إلى ألمانيا فبريطانيا علّه ينجح في مسعاه في تأمين التوازن في علاقات العراق مع دول القرار ودول الجوار توني شمي الحرى باريس